نمضي إلى صحيفة المجهر ومنها نقرأ البرهان يشدد على همية الوصول إلى تراض وطني يقود لاستقرار البلاد أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان همية الوصول إلى تراض وتوافق وطني يشمل كل السودانيين ويحقق السلامة والاستقرار في البلاد التقى البرهان بوفد الحكومة المفاوضة وعضاء وفد الحرية والتغيير والخبراء المساندين لمفاوضات السلام بمقرر المفاوضات في فندق برميد في جوبا التي وصلها صباح أمس وهنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالية قادة دولة جنوب السودان على تحقيق التوافق الوطني والوصول إلى السلام عبر الإرادة الوطنية الصادق والتنازلات التي قدمتها الأطراف الجنوبية حكومة ومعارضة من أجل السلام وأضاف أن السودان سيستفيد من تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان ما الذي يحدث في جوبا حتى اللحظة؟ طيب الذي يحدث في جوبا أن هناك فرصة تاريخية لفرغاء دولة جنوب السودان لإيجاد مصالحة وطنية وتجاوز سنوات الحرب والصراع الماضية وبناء دولة متطورة ومستغرة هذا الأمر لن ينحصر فقط على دولة جنوب السودان ملسى معاكس على الإغليم وعلى المنطقة وبشكل أكبر على السودان من الواضح أن هناك تلازم عضوي بين دولتين السودان وأنهم يتأثروا سلبا أو إيجابا بما يحدث في الدولة الأخرى على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني يعني هناك تغديرات بشيرة لأن هناك نحو مليون شخص اللجأ من دولة جنوب السودان إلى السودان ما زالت الصراع أسرت سنوات الصراع بين جوبا والخرطوم ونذكر جميعنا الحرب بالوكالة وغيرها من الأمور أسرت على عملية الصراع مثلما لعب السودان دورا كبيرا في إيجاد تسوية وتعززت من خلال الإرادة الحقيقية لفرغادة للجنوب السودان هم الآن فرغادة للجنوب السودان توصلوا إلى اتفاق لكن دعنا نتحدث عن هنا في الشمال أو في السودان تحديدا كيف يصل السودانيون إلى مرحلة التراضي الوطني طيب للتي تقود إلى الاستقرار طيب هو ما في خيار غير رصوله إلى التراضي الوطني إذا لم يحدث تراضي وطني فإن البلاد سيكون أشفاء الشرط الأول هو ما يعرف بمرحلة المصالح الوطنية لا بد من الإغرار بالظلامات والانتهاكات التي حدثت في الفترة الماضية وما يعرف بمزالة العدالة الانتغالية لا بد أن تكون هناك عدالة انتغالية في السودان كل شخص أجرم أو ارتكب انتهاكات تحت حكم الإنسان أو ارتكب عمليات فساد يجب محاسبته كل هذا الأمر يجب أن يتم من خلال عملية منظمة لتحقيق العدالة المستدامة ولعملية التصافي والتعافي بين مكونات الشعب السوداني أعتقد أن الوسيغة الدستورية التي تم وضعها لحكم الفترة الانتغالية يجب أن تحقق غدر من التوافق بين مختلف مكونات العملية السياسية وهذه عملية مهمة وبشكل أساسي على أغوال حرية والتغيير والحكومة الحالية بمكوناتها مختلفة إغناع الحركات المسلحة أو حتى إغناع الإسلاميين بضرورة التوافق على هذه الوسيغة الدستورية لإحداث هذا الغدر من التوافق النقطة الأهمة من كده هي التوافق داخل مكونات الحكومة بتعديدات مختلفة هذا التوافق بين المكونات المدنية والعسكرية وغوال حرية والتغيير هو شرط أساسي لنجاح الفترة الانتغالية هل الآن تنسجام بين المكونات العسكري والمكونات المدني في حكومة الفترة الانتغالية؟ إلى حد ما قد يبدو ذلك لكن في ذات الوقت هناك العديد من المواقف التي أصهرت غدر من عدم الانسجام والاختلال في أداء الحكومة والتوافق بين مكونات المختلفة طيب المواقف دي ما عندها انعكاشات على شير الحكومة بالتأكيد بدادي إلى هز صورة الحكومة بتهز صغة المواطن فيها بتشير إلى أن هناك الكثير من المخاطر التي تفوق تصور المراقبين والمواطنين حول الفترة الانتغالية شكرا